من الأخبار الطيبة للزمالك أنه نادي ميتلند الدنماركي بعت للزمالك قاله أنه حولنا مستحقات إمام عشور وأنها في الساعات القليلة المقبلة ستصل وإدارة النادي بتنتظر وصول قيمة الصفقة خلال ساعات يعني 2.650.000 دولار فيه خاص من نسبة رعاية لنادي غزل المحل المصدر على فكرة قال إن الزمالك بقى أول ما هتوصل له الفلوس حيسدد بقى كل المستحقات المتأخرة رواتب الموظفين العمال لأنها هتعمل انفراجة كبيرة جدا جدا للأزمة المالية اللي موجودة وعلى فكرة مش في الزمالك بس في معظم الأندية المصرية يلا بالتوفيق إن شاء الله